كان فيه كاهن اسمه ويرماء يونو يعني الكهنة المتطلعين الى السماء بيمسك يا أستاذ يوسف أداة اسمها المرخة ويبص للسماء يشاهد الحركة النجوم لذلك هو اتخذ السنة النجمية وحدة لكياس الزمن من هنا لمصر القديم أبدع ايه مرخة دي بقى يعني الأداة مرخة دي تليسكوب ولا ايه اه زي التليسكوب كده وكان الكاهن المتخصص اسمه وينوتي يعني الساعاتي هو يقف على سطح المعبد ويشاهد الزواهر الطبيعية دي فلذلك المصر القديم أول من اخترع الفلك وأول من عرف ان الأرض بيضوية وذكر كده حتى السقف بتاع معبد دندرة اللي هو في اللوفر دلوقتي موجود عليه كل حركة النجوم والأبراد فالفلك ده ادى المصر القديم تفرد عن الشعوب التانية الحضارة بتاعتنا اللي اتكتبت على الحجر هي الشعب الوحيد اللي كتب الحضارة على الحجر فبقيت حتى الآن الحفاير زي ما حدا كنا بنتكلم شهادة ميلاد الأسر احنا الدولة الوحيدة اللي بتحفر بتطلع حضارة وتاريخ وآثار احنا مصر متفردة بكل حاجة فالسنة الابطية او السنة المصرية القديمة لان الكلمة كبت اذا ما حدا كتفضلت وقلت تعني مصري واحد توت هي بداية السنة اللي هو يوافق 11 سبتمبر وده عيد بداية السنة بعد ما الفيضان بيغمر الأرض المصرية يجي واحد توت المصر القديم يرمي البزرة بعد كده رياح الخمسين تحول السمرة الخضراء الى سمرة صفراء مسمرة بعد كده يجي فصل الحصاد فالتلات فصول اللي هو آخت بريتشيومو اللي موجودين على مجبرة مروروكا في سقارة دول المصر القديم قسم السنة زي ما قلت حداك تلتمية خمسة وستين يوم والشهر كان تلاتين يوم والاسبوع عشر ايام كل ده عرفناه من دقة المصر القديم وملاحظته للزواهر الطبيعية اللي موجودة في مصر